ليلة سونيا او حكومته ما عندهم حتى علاقة بالاعلام انت وقلي تحب الاعلام يساندك في حملات حملة نظافة ولا حملة اللي تحب انت يزمك تشركه يزمك تخاطبه يزمك تستدعيه يزمك تتحاور معه نحن مع دولة مع مؤسسات لا تتعامل مع الاعلام هذا من ناحية من ناحية اخرى وقت اللي يقول سعبيد البريقي من اهم من اهم مقاومة الفساد هو تشهير قلوا لا سيدي ما هوش تشهير على خطر انت تنجم تشهر بعبد غضوة يطلع خطي ويطلع مظلوم ويطلع بريق احنا كل تقريبا كل ما تم تشهير بشخص اللي لهم بعد نسمعه اللي سيدة ذيان تفكره حدثت الاحديد اللي عملها وقتها رئيس الجمهورية وبرشة برشة حاجات برشة ناس اتكلمنا عليهم ونبعد ما تشهرش بالناس ما تشهرش بالناس ما فما كان القضاء اذا كان عندك حاجة ضده فما ما صار قضائي وما تنجم ما تقول اللي هو عمل كان بعد ما يصدر حكم نهائي وبات صديقنا مهدي بن عمر يبعث لي سؤال تدوينة كان هبتها البارح على صفحة وسيفري تخليك تتسائل يقول لي موضوع للنقاش السحافة الامريكية كانت اول من فضحها معتقلة بغريب بالعراق وممارسات الجيش الامريكي اللا انسانية هل ما قامت به السحافة الامريكية يعتبر خيانة للوطن اذا كان نعملوا على ما يسمى اليوم الدول الوطني للصحافة سيفري هي عريت ممارسات جيش بلادها في سجن ابو غريب الممارسات الانسانية اللي عريتها هي السحافة الامريكية هل هذا يسمى خيانة للوطن هاتم لا 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 معناها اغزل الصحافة في خدمة المواطن راهي موجهة للمواطن والمبادة والمبادة بينصير هذك الجدالة فيها ما هي موجهة المواطن ما هيش موجهة للوزراء للسياسيين الملخارتين ولا مش ملخارتين كلمة انخيرات جوست معناها رو انخيرات فيها دفع معلوم دوك الانخيرات كلمة ما توالي مش الوضع الصحافة الامريكية زو الصحفيين طيحوا رئيس رئيس امريكيا الواترغيت طيحوا زو الصحفيين الانخيرات بالمعنى الاخر متاع الناس كل وكأني وراء هذا ما يمنع زيدا انه تلفزة الوطنية العمومية زيدا اذا كان اليوم مثلا رئيس مدير العام تلفزة عنده موقف من نظام اللي يحكم مش النظام موجود اليوم عموما نحكي معناها ما ينجمش هو يخرج من وقفه في خط تحريري متاع القناة وإلا في النشرة وإلا في كده هو مطالب ان يكون موضوعي ومحايد مع الأخبار والمعلومات معناها مش انا اليوم رئيس تحريري مثلا اسلامي توجه باش نضرب اليسار ولا يساري توجه باش نضرب الاسلام السياسي ولا غير ولا كده يزمني نكون محايد موضوعي وهذا ديزم ناس كل تلقى روحة في المتير اللي يتمدها يزمو يكون موضوعي يا راف كيفي أنا كيف كنت احسن احسن نمش